بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد يقول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صدق الله العظيم الخير كلمة جامعة لكل أوامر التكليف الإلهي الحق سبحانه وتعالى حين أراد أن يصف لنا الطبع الإنساني في محبته لكل ما يجلب له السعادة والطمأنينة والاستقرار والهدوء والسكون قال وإنه لحب الخير لشديد فما هو الخير وما تعريف الخير وما الطريق إليه وما السبيل إلى هذا الخير بعض الناس يختزل بناء على غرائزه وشهواته وحاجياته مفاهيم للخير ليست بصحيحة يظن الإنسان مثلا أن في هذا الأمر خيرا له أو في هذا الشيء خيرا له هو يظن هذا الظن لأنه يحقق له رغباته وحاجياته وما يرجوه من هذه الأمور نقول إن هذا المفهوم ليس بصحيح بدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون أنت أيها الإنسان لن تستطيع أن تحدد مفهوما دقيقا للخير إلا بطريقة واحدة ما هي هذه الطريقة؟ أن ترتبط بالوحي الإلهي وأن تتصل بالهدي الإلهي وأن تتحرك نفسك إلى هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو في ذاته ترجم لهذا الهدي الإلهي من الأوامر والنواهي التي وردت في القرآن الكريم ولذلك عرف العلماء الخير تعريفا جامعا مانعا فقالوا الخير هو ما أمرنا به كما أنهم عرفوا الشر بقولهم الشر هو ما نهين عنه كيف نتعرف على ما أمرنا الله به كيف نتعرف على ما نهان الله عنه لا بد وأن نعود إلى الوحي الإلهي وأن تتصل أنفسنا بهذا الهدي الإلهي لنستخرج الأوامر والنواهي التي وردت في القرآن هنا ندرك تمام الإدراك حقيقة الخير وحقيقة الشر إذن فلا يبني الإنسان مفاهيم عن الخير قد تكون غير صحيحة لأنه بناها على غرائزه وشهواته وما يحقق له بعض المصالح بل إن الخير فقط هو أن تتصل بالهدي الإلهي لتستنبط منه الأوامر والنواهي هنا نقول لك هذا هو الخير لأن الله هو الذي يعلم وأنت لا تعلم الذي يتأمل القرآن الكريم يجد أن الحق سبحانه وتعالى قد بيّن أن من صفات المؤمنين الصالحين الذين يحبون القرب من الله عز وجل أنهم يسارعون في الخيرات ويسارعون في الخيرات ما معنى هذه العبارة؟ هناك سرعة وهناك عجلة وأرجو أن ننتبه إلى هذا الفرق العمي سرعة وعجلة قد يتفقان في معنى واحد وهو قلة الزمن حين أقول إنسان ما قطع المسافة من مكان إلى مكان في زمن معين فإذا استطاع هذا الإنسان أن يقطع المسافة من مكان إلى آخر في زمن أقل هذه تسمى سرعة فالسرعة تقليل الزمن في قطع المسافات السرعة والعجلة يتفقان في هذا المعنى لكن يختلفان في معاني أخرى تعالوا نأتي بالمقابل حتى نفهم المراد بالسرعة والعجلة السرعة يقابلها الإبطاء أقول فلان أسرع وفلان أبطأ حين أقول فلان أسرع وفلان أبطأ السرعة هنا محمودة والإبطاء هنا مذموم أما العجلة يقابلها التأني أقول فلان تأنى وفلان تعجل فالتأني هنا محمود أما العجلة مذمومة ولذلك نسمع هذه المقولة في التأني السلامة وفي العجلة الندامة فلا يظن أحد أن السرعة والعجلة بمعنى واحد مطلقا المعنى الواحد في تقليل الزمن لكن السرعة في حد ذاتها هي محمودة أما العجلة في حد ذاتها فهي مذمومة هنا ويسارعون في الخيرات أي كلما لمحت لهم بارقة من الخير سارعوا إلى فعل هذا الخير السرعة تحتاج إلى حدث والحدث يحتاج إلى حركة والحركة تحتاج إلى متحرك والمتحرك يحتاج إلى حياة فما دامت فيك الحياة فعليك دائما أن تسارع إلى فعل الخيرات ولذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أرضاه كان ينام ساعة من القيلولة وكان حاجبه يمنع الناس أن يدخل عليه في هذه الساعة لأنه لا يستريح في ليل أو نهار غير هذه الساعة فجاء ولده يريد أن يدخل عليه فمنعه الحاجب وارتفعت الأصوات فقال سيدنا عمر من؟ فقال ولدك يريد أن يدخل عليه وقد أردت أن أمنعه لأجل هذه الساعة التي تستريح فيها فقال له دعه فدخل عليه ولده قال له يا أبتي سمعت أن هناك ضيعة تريد أن تقفها في سبيل الله قال نعم غدا إن شاء الله سبحانه وتعالى أبرم هذا الأمر قال هل أنت تتيقن أنك سوف تكون حيا للغد؟ فبكى سيدنا عمر بن عبد العزيز وقال الحمد لله الذي جعل من أولادي من يعينني على فعل الخير فحين يعطي الله هذا الوصف الرائع ويسارعون في الخيرات كلما وجدت أمرا فيه خير فحاول أن تسارع لفعل هذا الخير القرآن الكريم مملوء بالكثير من أوصاف الخير حين يقول سبحانه وتعالى والصلح خير نحن نجد بعض الخصومات بين بعض البشر خصومات لا حدود لها يعني طاقات تهدر وأوقات تستنفس في أي شيء في إرادة الكيد في إرادة الإيذاء في التخوين المتبادل في التعنيف في غير ذلك من الأمور التي تمتلئ القلوب فيها بالحقد والكراهية والبغض وما شابه هذه الرزائل لا ربنا سبحانه وتعالى يصف الصلح بأنه خير والصلح خير فالصلح نور الصلح نقاء الصلح صفاء الصلح يعيد توثيق العلاقات بين الأفراد والأسر والمجتمعات الصلح يقضي على الحصومات يقضي على قيم الكراهية والبغض والحسد وما شابه هذه الرزائل فالصلح نور لأنه خير كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى يقول سبحانه ولباس التقوى ذلك خير إذن علينا أن نقرأ القرآن الكريم ونستخرج من القرآن الكريم مفهومات الخير كما نص عليها ربنا لندرك ما هو الخير وأين هو الخير وما السبيل إلى الخير ولا تبني معرفة الخير على غرائزك أو شهواتك وإنما على ما أمرنا الله به ونهانا عنه سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل اللهم يرب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم